ممكن تجري الانتخابات وما يكونش كل الإرهابين والمرتزق خرجوا ويبقى لسه موجود منه معداد كبيرة لكن إرادة الشعب الليبي وحدها يومها هي اللي هتحدد المصير وسترسم المستقبل لأنه لابد أن يكون موجود هذا الوعي بأن هذه الانتخابات يمكن أن تكون مفصلية ومفصلية بالفعل في تحديد مستقبل الليبي وبالتالي مع مكانة التحديات لازم الناس تروح للسنة دي ولازم الناس تختارها ولما الناس بتروح هتختار اللي هي عايزها لا حدش هيقدر يفرض على حد أنه يختار حد وهو وقف وراء الصدارة قدام السندوق كل واحد يحكم ضميره في الآخر المهم أنهم يروحوا والمهم أنهم بعارفين أنه ده تحرك من ضمن تحركات عديدة لاستعادة ليبيا ولكنه تحرك مفصلي وتحرك مهم إذا نجح هيدبين عليه في المستقبل حتى إذا الإرهابين والمرتزقة ما كانوش خرجوا وكان فيه أعداد موجودة منهم كبيرة الانتخابات ستفرض أن يخرجوا عندما تتم وبالتالي فالانتخابات جزء من إخراجهم وليست جزء من الإبقاء عليهم طيب ده ممتاز جدا دلوقتي عندي عدد من الشخصيات مرشحة على المستوى الرئاسي منهم طبعا المشير خليفة حفتر وعندي كمان سيف الإسلام القذافي إزاي الشعب الليبي ممكن ينظر لهؤلاء المرشحين وهل من الأفضل للمشير خليفة حفتر أنه يبقى في منصبه كقائد للجيش ولا من الأفضل لأنه هو يكون موجود على رأس الدولة يعني خلينا نتفق أنه طبعا هو القرار قرار لي بيبحت بالزبط ولكننا بنستشرف المستقبل خلينا نتفق أنه زي ما أنت قلت هو قرار لي بيبحت مسألة بتخص كل واحد فيهم واختياراته الشخصية لكن وجود المشير خليفة حفتر ووجود القذافي من بين المرشحين ده بيقول أن الانتخابات الحقيقة ستكون انتخابات حقيقية يعني الانتخابات القادمة ستكون انتخابات حقيقية وانتخابات ساخنة وأنا أعتقد أنه ضمن مصلحة الشعب الليبي لأن وجود مرشحين أقوية بالفعل وليهم مؤيدين واسعين على الأرض ده هيساعد في أن الناس تشارك وإحنا الأهم من أن الناس تشارك الناس تختار في النهاية اللي هي عايزة يعني محدش هيقدر يوجه الشعب الليبي ولا حد هيقدر يتدخل في إرادتهم أو يزور إرادتهم لما الناس هتروح للسنة دي هتفرض إرادتها وتختار من تشاهد لكن أنا أعتقد أنه من مصلحة الشعب الليبي ليبقى فيه مرشحين أقوية حتى لو فيه مرشح ثالث ورابع كمان أقوية يبقى أفضل لأنه كل ده هيساهم في نجاح الانتخابات